أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما غزقنا هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على عدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم آلرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خدم الله على قلوبهم وعلى ثمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادئون الله والذين آمنوا وما يقدرون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فذابهم الله بعضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا كيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا تلا يشعرون وإذا كيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما أهم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربع التجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استهوا قد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون صنم مقم عمي وظم لا يرجعون أو كطيب من السماء في ظلمات ورعد وبعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواع حضر الموت والله محيط بالكافرين يكاد الباك يخطروا بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيهن وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله تذهب بسمعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء قدير اشتركوا في القناة